يعني بداية طبعا حضرتك تباعت هذه المناظرة من الدقيقة الأولى للدقيقة الأخيرة الانتباعات الأولى هنقدر نقول أنه في أحد المرشحين خرج منتصرا بعد هذه المناظرة وشايف أداء كامالة هاريس إزاي أمام أداء دونالد ترامب الرئيس السابق هو سؤال صعب جدا طبعا لكن نستطيع أن نقول بإجمالا أنه لتنين متأرجحين يعني ما فيش حد قدر يتفوق على الثاني إحنا بنقسها من زويتين ماذا قدم المرشح السفات الشخصية السمات الشخصية إدارة المناظرة تمت إزاي في بعض الملاحظات الأولية لحضرتك تقدر تبني عليها في التحليل أول نقطة الارتجال لدى الرئيس ترامبو كان واضح أنه هو منفعل ولغة الجسد كانت متغيرة عكس ما كان في المرة السابقة مع الرئيس جو بايدن واكتسح بصورة أو بخرة السيدة هاريس التزمت بنقاط محددة من الواضح أن الحملة الانتخابية بتاعتها انضبطت بصورة معينة فكانت الأسئلة والأجوبة محددة ولم تخرج عن سياقها فيها في جزء كل طرف خاطب جمهوره بالتأكيد ودي حاجة بديهية لكن السيدة هاريس حاولت أنها تستدعي شرائح جديدة في المجتمع الأمريكي من الواضح أنها غزلتهم باللغة الانتخابية المباشرة ترامب هرب من أسئلة كتيرة يعني حينما سؤل عن موضوع الرعاية الطبية أو البرنامج الطبي قال أنه هيبحث عن الابشن أو البديل والخيار اللي أنا هتعامل معاه لكنه لم يحدد هذا فسؤال آخر طب إيه شكل البديل لم يجب على هذا السيدة هاريس كانت واضحة جدا في موضوعات زي موضوع الهجرة زي موضوع البرنامج الطبي أو الصحي في الموضوعات بتاعة الهجرة الغير شرائية يعني اتكلمت بتفاصيل واضحة جدا بصرف النظر الاتهام اللي وجه ليها أنها أخدت برنامج بايدن وده أمر طبيعي زي ما حاجة عارف دكتور محمد ده برنامج حزب فهي بتتحرك في الإطار الخاص بالنقاط الرئيسية الحديث بقى عن الفوارق فيهم فيه جزء فيه موضوع أوكرانيا إسرائيل الصراعات الخارجية نزاعات العسكرية الاتنين كانوا واضحين جدا وفك برنامج الحزب لكن السيدة هاريس كانت واضحة جدا لم تكن تريد إحداث انقسام في الحزب الديمقراطي لأن الحزب الديمقراطي فيه انقسام زي ما حاجة تعلم دكتور محمد بالنسبة لأزمة أوكرانيا وبالنسبة لأمن إسرائيل ترامب كان واضح جدا في هذا الموضوع لكن كان فيه تناكل أنا حنهي الحرب في أوكرانيا وعشان الانفاق العسكري والمخصصات أما سئل عن غزة قال وإنه حيدعم أمن إسرائيل وحيستمر في هذا فحينما سئل أنه فيه تناكل بين أوكرانيا وبين إسرائيل قال مصالح أمريكا في الاتنين طبعا فيه مصالح لكن من الواضح أنه هو ركز على الشريحة التي تؤيد دعم إسرائيل بصورة أبوها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر